الأسباب الاقتصادية للاحتلال فرنسي للجزار الحلقة الثامنة عشر من سلسلة الخلفيات السياسية والاقتصادية والعسكرية الفرنسية للاحتلال جزار السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأتوا المصدر ومرجع المعلومات الأسباب الاقتصادية بعدما تطرقنا إلى الأسباب الدينية والسياسية ننتقل الآن لنخص حديثا عن تلك الأسباب الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن غيرها فالسبب الاقتصاد ينبع من تون فرنسا تتحولت بعد الثورة الفرنسية 1789 ميلادي إلى دولة صناعية تحتاج إلى المواد الطبيعية الخام واليد العامل الأجنبية التي تعمل أرثا من اليد العامل الوطنية وتتراضى أجرا أقل ولا سيما في مصانع الصناعة الثقيلة الصعبة وتبحث عن أسواق مربحة لمنتجاتها الصناعية ولا تجد ما يلبي مطالبها الثلاث المواد الخامة ليد العامل الأجنبية لأسواق لباية منتجاتها سوى التوسع نحو الجنوب وأطرب نرطع إليها نحو الجنوب في شامل إفريقيا وطلبها النابض هو الجزائر فأوروبا كانت في حالة ضخم وازدهار هذا ما جعلها تشعر بالحاجة إلى التوسع واستغلال الآخرين من وراء البحار والسبب الذي زاد من إيرايا هو وجود دول مستضعفة ومتنازع لدي خيرات واسعة وإمكانيات لحد لها إلى جانب تنافس الدول الأوروبية وبالأخص بريطانيا وفرنسا من أجل استغلال القطر الجزائري بالوسائل التجارية وتسابقها تاني دولتان للاستحواذ على خيرات الجزائر وهذا يعبر عن العوامل التي عجلت بعز فرنسا على قيامها بحملتها على الجزائر والاستإثار بخيراتها الطبيعية والحيوانية وغيرها ففي فرنسا كانت تسعى دوما بأن تكون الجزائر من ناصيبها تمستعمها نظرا لما تحتويه من خيرات حتى تتمكن من دفع عجلة ارتصادها وتنشيطها إلى جانب توفي الأموال الطائلة ولهذا فقد رأت البورتغازية الفرنسية الطامعة أن احتلال الجزائر سيجرب إليها أرباحا طائلة باعتبارها السوق رائجة لبضائعها وتذيك توطين الفائض من ستان فرنسا وأوروبا التي يستحوذ على خيرات البلاد لأن أرض الجزائر أرض خصبة وطادرة على العطاء وهذا ما يظهر من خلال التقريب الذي أورده وزير الحرب الفرنسي الجنرال كليرمون تونير إلى شهر العاشر في سبتمبر 1827 ميلاد قائلا توجد مراسي عديدة على السواحل الجزائرية الطويلة التي يعتبر الاستيلاء عليها مفيدا لفرنسا وتحتوي أراضي الجزائر مناجم غنية بالحديد والرصاص فتسخر بتمية أيلة من الملح والبارود كما توجد في سواحلها ملاحات غنية وإلى جانب هذه الثروات توجد التونز المتدسة في قصر الداي والتي تفرق قيمتها 150 مليون فرانج ولما شرع عاشر العاشر في إلسال حملته ضد الجزائر انضمت البرجوازية إلى المعارضة حتى تتمكن من تغيير الحرب تم أنه حينما تردد لويس فيليب في السنوات الأولى بين الاحتلال جزء أو الغزو الكلي للجزائر فأن البرجوازية الفرنسية تدمدت له يد المساعدة من أجتدعيم القوات الفرنسية في الجزائر تم لوحظ أيضا أنه فيما بين 1830 و 1848 ميلادي أن الاقتصاد الرسمالي في فرنسا قد أخذ انطلاطة واسعة لأن البرجوازية قد وجدت في الجزائر موطنا لدفع وتطوير مصالحها فعاملت على تحويل الحملة على مدينة الجزائر إلى احتلال كامل الرد فالبرجوازية الفرنسية وأوسط رجال الأعمال فيها لم ينرى تحسين لعابهم عن الأراضي الجزائرية تسوق منتجاتهم ومصدر للمواد الخام وبوابة على إفريقيا إلى جانب هذا ولنعدم الموطفنا نستند على طول الجنرال جيرارفورد إثرى نزول الجيوش الفرنسية بالساحل الجزائر إذ قال إن هذا الاحتلال يستند على ضروريات هامة جدا أو يرمي إلى فتح منفذ واسع لتصريف بضاعتها حيث يرمي من خلال طوله هذا إلا أن احتلال فرنسا للجزائر يستند على غايات وأهداف تسعى لتحقيقها وبالأخص إيجاد ماترز لبضاعتها الزائد عن الحاجة وعلى إثره نستنتج أن فرنسا تريد أن تحقق أرباح ارتصادية على حساب الشعوب المستعمرة كما أنها كانت ترغب من جراء إنشاء مستعمرات جديدة في الحصول على امتيازات وهذا من المسهو في استفسار حتومة فرنسا خلال عهد نابوليون بونابارت من رونسوليا في الجزائر عن مشروع احتلال فرنسا للجزائر حيث على إثر هذه الحقائق نلاحظ تعاون الرسماليون الفرنسيون الذين كانت تدفعهم مصالحهم المالية إلى التوسع والعثور على أسوار جديدة ومواد خام ضرورية لهم مع رجال الجيش الفرنسي الذين كانوا يبحثون عن المغامرات وملأ جيوبهم بواسطة الناب حتى يرتقوا إلى مستوى الشخصيات الرقية في المجتمع الفرنسي كما أن مجموعة تبيرة من التجار كانت متحمسة لفتاة احتلال جزائر والاستلاء على الأراضي الخصبة بها وزراعة العنب والبحث عن الذهب في المناجم الجزائرية وعلى إثر العلقات الودية التي كانت بين فرنسا والدولة العثمانية عمدت فرنسا قبل غيرها على إنشاء مؤسسات تجارية لها بالجزائر وتطلع بعض مواطنيها من تجار مدينة مارسيليا إلى إطامة مراتز لهم على ساحل الجزائر للصيد ولتمويل مراتبهم التجارية مما سهل على فرنسا إنشاء أول شائطة فرنسية لاستثمار المرجان وهي شائطة لانج ومع مؤولورد تحولت المراتز الفرنسية على ساحل الجزائر وتطورت إلى أن أصبحت قاعدة عسترية أرثر منها تجارية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد